مدرسة الحج تعلمنا تعلمنا الاعتدال وتعلمنا السماحة وما أحوج من يعمل في بيت الله الحرام وهو يتعامل مع وفد الله مع خير وفد مع الحجاج مع المعتمرين مع المصلين مع الذاكرين أسماء عظيمة فيحتاج إلى أن يكون سمحا في تعامله وأن يكون عدلا في تعامله معهم ولذلك السماحة من أكبر صفات الإسلام من أكبر صفات الإسلام لأنها كائنة بين طرفي إفراط وتفريط معنى السماحة يرجع إلى التيسير المعتدل وهي معنى اليسر وهو وصف وصف به الإسلام لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه أي الدين وأيضا قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا